السلام عليكم كيف الحال؟ ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة وما تنسوش تفعالوا الجرس لو انتم جديد معنا واهلا وسهلا فيكم النهاردة مثل ما انتم شايفين اصحابي هنسوي عجينة الميا المجنونة يعني مفحاز لا زبدة ولا بيد ولا اي حاجة عجينة اقتصادية جدا تنفع لكل المعجنات خبز بيتزا فطاير كل حاجة فينو اللي هو صمون روتي يعني اي نوع معجنات يجي في بارك تقدري تعملي بيا هنبدأ اصحابي بين المرحلة الاولى هنحط ربع كوب مية معلقة كبيرة خميرة معلقة صغيرة زكر وهقلبهم واغطي الاناء ولازم اسيبها حوالي 10 دقايق عشان الخميرة تتفاعل هنا شايفين الخميرة صح فعلته ايه تأكدنا ان الخميرة صلحة هضيف معلقة صغيرة خل وهنزل بنص معلقة صغيرة بيكين باودر وهننزل بالدقيق او الطحين اربع اكواب ما يعادل نصف كيلو ده طحين جميع الاستخدامات انا باستخدمه في الخبز وفي الكيك وفي البسكوت كل حاجة باستخدم فيها طحين جميع الاستخدامات حطينا الاربع اكواب هنبدأ نشغل العجان او لو هتشتغل على ايدك هتشتغل بايدك على طول هنبدأ نضيف المية تدريجي حتى نشوف قوام العجان العجان عشان تديكي معجنات سواء فطاير او خبز او بيزا هشة لازم العجان تكون بتلزق يعني تلم من العجان ولكن يكون لسه فيها تلزيق لو العجان جفة هنا حطيت بس رفشة ملح لو العجان جفة منك او نشفة هتديكي خبز جاف ومكتوم فلازم العجانة يكون فيها تلزيقة هنا بقى في المرحلة الاخيرة هضيف معلقتين زيت وهشغل واخلي الزيت يندمج بنحط الزيت في النهاية ليه لان هو بيخليه بنعملي العجينة وبيخليه فيها مطة كده وبينشط الجلوتن تبقى زي الاستيك هنخلي الزيت يندمج مع العجينة ولو انت بقيدك برضو هتدخليها هنا هي شايفين جمعت من العجان ده المطلوب خلاص والعجينة صارت نعمة شايفين القوام بتاعها لازم يكون فيها تلزيقة هي ده المطلوب ده اللي هتديكي في طاير وخبز هش جدا وخفيف الحين هابل إيدي بمسحة زيت خفيفة ونجيب الإناء اللي هنحط فيه العجين عشان يتخمر هنحطه في حاجة زجاجية عشان تشوفه مادة تخمير بتاعها اهو مسحة زيت خفيفة عشان ما تلزقش في إيدي بس والعجينة نعمة مثل المالبن زي ما بنقول تحفة ما شاء الله هتسيبها بقى غطيها بالبلستي كراب وخليها تتخمر شايفين على طول تخمرت وضعفت حجمها وممتازة تشتغلوا بيزة تشتغلوا بيها خبز فطاير يعني أي حاجة تتجي على دماغكو سينابون رول كل حاجة تخطر على بالكو تشتغلوا بيها شايفين مادة كمية التخمير اللي فيها على الرغم لا فيها زبدة ولا فيها بيد ولا فيها أي حاجة أهي جمعتها وهبدأ بقى عملها كويرات وإن شاء الله هتشوفوني هعمل بيها الخبز بتاع سابوي المطعم الشهير أهو ويا رب الفيديو يكون عجبكم المقادير بسبتها في صندوق الوصف السلام عليكم